لما تقعد تفكر هتلاقي انه مفيش اي حاجة غير انه رجل يتعامل مع هذا الوطن بمنتهى النبل بمنتهى النبل لو يعني لو احنا عايزين نقعد نتكلم على الخدم يعني قالك مثلا محمد علي اكيد محمد علي باشا محمد علي باني مصر الحديثة هو سمى نفسه كده لكن لو انت بجد بتتكلم على بلد حديث حديث بل هو حديث العالم في صحفه وفي مجلاته وفي قنواته على ما تم انجازه اقتصاديا وعمرانيا ما بين قسين ثقيلين وحط تحتهم مليون خط هو اللي حكم البلدي من 2014 حديثة ايه اللي كانت قبل كده يا جماعة احنا كنا لما ربنا حد فينا يسعده الحظ ويروح يزور له بلد يشوف فيها بورجين ازاز طوال يرجع مبهور لكن انت برضو ابن الاعتياد انت عينك بقت واخدة على انه التغيير بقى سريع مسألة انه يبقى في مباني حديثة على احدث الطرز المعمارية الجديدة شديدة الحداثة سوبر ألترا مودرن كده زي ما يقولوا فخلاص ده بقى موجود موجود يعي موجود في العالمين وموجود في العاصمة وموجود مش عقل انك تلاقي الطرق بقت خمس وسبح حراط ده بقى الطبيعي بتاعك الطبيعي يعني ما بقاش بيلفط نظرك ونسيت ان انت كنت بتمشي على طرق سريعة ما بين المحافظات عبارة عن حرطين فلما بقت خمسة وسبعة انت بقيت شايف ده عادي وإيه يعني يا سيدي وإيه يعني ألف مرة بس خليك فاكر انه ده تعمل فقط فقط في ثمان سنين احنا ما كملناش لسه التسعة التسعة ده احنا هيدوب بنبدأها هو مش بس يا طرق طيب والمواني اللي في مصر اللي تقلبت رأسا على عقب علشان تبقى زيها زي المواني اللي موجودة في أوروبا في إنجلترا وفي هولندا فتيجي تقول لي محمد علي باشا هو باني مصر الحديثة عشان عمل الأناطر قال لك فأرسل البعثات بقى بعثات ايه؟ بتحكش عن نفسك بس يعني عشان بقى ده جزء من لخبطة التاريخ ولا أرسل بعثات للنخبة لحبيبه لأصدقائه للعيلة وعيلة العيلة يعني سيبك برضو مش بصدد الحديث عن محمد علي خالص هرجعك تاني على انت بتتكلم على حداثة حداثة ان انت تتحول إلى مركز اقتصادي في قطاع اقتصادي هام زي ما انت مركز اقتصادي لتصدير الطاقة لمين؟ لسقف العالم لأوروبا سقف العالم اقتصاديا سقف العالم اجتماعيا سقف العالم تعليميا سقف العالم ثقافيا فانت بقيت مركز تصدير الطاقة لسقف العالم كده تبقى دولة حديثة تصدق بالله اعتيادك على الشوارع الوسعة والمباني اللي عليها الايمة والخدمات الشياكة اللي بتتقدم في مختلف المؤسسات والقطاعات ده معنا ان انت في دولة حديثة حتى اعتيادك على ده وانك اصبحت ده شيء مش لفت لنظرك مش هقولك انها نقيصة هقولك لا ده ده جيد سيادتك اتعود بالبلد كده عن نظافة الحمد لله وشكر الله اتعودنا ان احنا نخش مركز من المركز اللي بتقدم الخدمات بتاعت الاحوال المدنية ولا عايز تطلع ورقة ولا عايز مش عارف انك انت بتخش مكان حلو وشيك وعليه الايمة والدنيا دفع في الشتاء والدنيا اخر جمال في الصيف وناس قاعدة مبتسمة قدامك ولا ده انا مش عارف اصحب الرقم دقتين وتروح واقف على الشباك او لو انت سريع هتدوس على الزرار بتاع مكنة كده فندنج ماشين تطلع منها شهدت الميلاد وتاخد بعضك وتروح ده في السريع البني انك انت تبقى قاعد في بيتكو وتتكلم في التليفون عشان تجيلك عربية تحت البيت علشان تعمل معاينة وتطلع التقرير الهندسي وتجدد الرخصة وتحط الملسق الالكتروني وانت باشا باشا انك تعتد ده انك تعتد ده شيء عظيم ورائع ده اسمها بناء دولة حديثة ده بناء دولة حديثة لما العالم يتكلم عنك زي فتشة على سبيل مثلا ما تيجي تتكلم عنك وعلى مستقبلك السياحي بانك قادر على جاذب او ادخال تقريبا حوالي اتنين وخمسين مليون ساعة انت هنا بتتكلم على التعامل مع الاقتصاد بحداث مركز لغزير الطاقة حداث انك تعمل مجمعات صناية حداث انك انت تطور من بنيتك الزراعية وتزرع مساحة زراعية تقريبا اكتر من تلت مساحتك الزراعية تاريخيا هي دي الحداثة الحقيقية هو ده التطور الحقيقي فتخيل يا مؤمن ان انت عندك رئيس بيبررلك هو بيشتغل ليه جديدة والله العظيم ربنا يدي سيادتك الصحة ويصبرك والله بجد